بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة طريقة اشتقاق الدالة العكسية دون أن نوجد المعكوس من أجل ذلك نعطي النظرية التالية إذا كانت الدالة fx قابلة للاشتقاق ولها دالة عكسية j هي f-1 وإذا فرضت أن f-1 لجي سي لا تساوي إلى الصفر فإن الجي تكون قابلة للاشتقاق عند النقطة c ومشتقها عند هذه النقطة يعطى بالعلاقة التالية يمكن تعميم هذه النظرية إذا كانت الجي هي الدالة العكسية للدالة التفاضلية f وإذا فرضنا أن هذا الشرط محقق فإن مشتقها يعطى بهذه العلاقة إذا من هنا فائدة هذه النظرية أنني استطعت أن أحسب المشتق دون أن أحسب الدالة العكسية الآن نأخذ مثال على هذه الحالة إذا كان عندي fx هي x تكعيب زائد 2x نائس 1 أثبت أن للدالة دالة العكسية هي دالة j معنى كلمة أثبت أن الif لها معكوس أو تملك لها دالة عكسية معنى تحقق من أن f أحادية تحقق من أن f أحادية هو نفس المعنى أثبت أن لها معكوس أو جد معكوس إلى آخر كيفية التحقق من أن الدالة أحادية التحقق من أن الدالة ما هي دالة أحادية هي دراسة إشارة المشتق الأول كما وجدنا فلو درسنا اشتققنا الدالة إن مشتقها يساوي 3x تربيع زائد 2 طبعاً الـ x تربيع أي أن كانت الـ x إذا ربعته ستحصل على عدد موجب ضربه بعدد موجب سيكون الكل هذا موجب إذا جمعنا له موجب فسيكون الكل موجب إذن معنات الدالة متزايدة وبتالة أحادية فلها معكوس إذن هذا هو الطلب الأول الطلب الثاني أوجد مشتقة الدالة عند النقطة الآن قبل ما أوجد بشرح قليلاً إذا أعطاني واحد منحني دالة y تساوي إلى f الـ x إذن هذه هي f الـ x y تساوي إلى f الـ x فإذا كان عندي مثلاً هذه النقطة c نقطة من داخل الفترة فإن المسافة من هنا إلى هنا ستكون هي إبارة عن f c أي أن هذه النقطة إحداثية ستكون c f c نفس الشيء تمام إذا أخذنا الآن الدالة g إذا كان عندي هذا y تساوي إلى g إذن هذه هي g الـ x فإذا أخذت العدد واحد هذه فالمسافة من هنا إلى هنا ستكون هي g الواحد صورة الواحد أو إذا أخذت هذا هو العدد 2 فإن المسافة هذه ستكون g الـ 2 الآن إذن هذه النقطة ستكون إحداثية xات 2 و yات هي g الـ 2 ولكن هو يعطيني أن إذا كانت هذه الـ xات فهذه بدأت تكون g الـ xات g الـ xات g الـ 2 إذن هي الواحد إذن g الـ 2 إذا معتها هذه هي النقطة اللي إحداثيها ستكون 2 و 1 فإذا فهمت هذه فأحصل على أنه الـ 2 و 1 تقع على المنحني g طيب النقطة المقابلة التي تقع على المنحني x يجب أن أبدل الـ xات بـ yات و yات في الـ xات فأحصل على الـ 1 و 2 تقع على المنحني f فإذا كان f الـ 1 يساوي 2 فإن g الـ 2 هي الواحد الآن نأتي إلى أن f فتحة لـ g الـ 2 لنحسب هذا المقدار لكن f فتحة g الـ 2 هي الواحد كما وجدنا أن g الـ 2 يساوي إلى الواحد فf فتحة للواحد إذن نشتق هنا هذه الـ f تعوض في الواحد 1 مربع 1 إذن هي 3 في 1 للتربيع زائد 2 و يساوي إلى 5 لا يساوي الصفر إذن تحقق الشرط الوارد في نص النظري عنده إذن فإن المشتق للدالج عنده نقطة 2 هي 1 على f فتحة إلى g الـ 2 أي أنه 1 على f فتحة للواحد و يساوي 1 على 5 وهو المطلوب إذن هكذا أوجدنا المشتق دون أن نوجد الدالة العكسية للدالة f والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته